تكتف وتطويل الرموش هذه هي وصفتنا لهذا اليوم السلام عليكم حبيباتي وأهلا ومرحبا بكم على قناة وصفتنا سزمال للوصفات الطبيعية سعدت بلقائكم مرة أخرى على القناة وتمنى أن يلقاكم هذا الفيديو في تمام الصحة والعافية اليوم إن شاء الله وبحول الله ستشارك معكم وصفة فعالة جدا ومجربة لتكتف وتطويل الرموش في مدة قصيرة جدا باستخدام مكونين فقط فكما ترين أخت الكريمة ستحتاجين كمكون أول في هذه الوصفة الخاصة بتطويل الرموش إلى زيت الأوز الحلو فهذا الزيت يعد من بين الزيوت المفيدة والفعالة جدا لتطويل الرموش وتكتفها في مدة قصيرة جدا فأيضا زيت الأوز الحلو تعمل على تغذية فروة الرموش مما يساعد على تطويل الرموش وتكتفها في مدة قصيرة جدا وستحتاجين كمقدار من زيت الأوز الحلو في هذه الوصفة إلى ملعقة كبيرة من زيت الأوز الحلو أما المكون الثاني في هذه الوصفة فستحتاجين إلى عصير البصل فكما نعلم أن عصير البصل يعد من بين المكونات المفيدة جدا في تطويل وتكثيف الشعر وتغذية بصيلات الشعر من العمق ولهذا فعصير البصل وعلى وجه الخصوص عصير البصل الأحمر جد مفيد وفعال في تكتف وتطويل الرموش في مدة قصيرة جدا وستحتاجين كمقدار من عصير البصل في هذه الوصفة إلى ملعقة صغيرة من عصير البصل فضلا وليس أمرا أختي كريمة إذا كنت أول مرة تشاهدين قناتي على اليوتيوب لا تنسي الضغط على الزر الأحمر أو زر الاشتراك وتفعيل الجرس لكي يصلك جديد قناتي فور نزوله ولا تنسي دعمي بلايك وشير وتعليق شكرا جزيلا لك فيما يخص طريقة تحضير الوصفة فهي جد سهلة وبسيطة تقومين بخلط هذه المكونات جيدا حتى تتجانس وتقومين بتطبيقها على الرموش بالكامل من الجذور إلى الأطراف بشكل يومي لمدة أسبوع بالكامل وبعد مرور هذا الأسبوع ستلاحظين نتائج جد جيدة وجد مرضية فهذه الوصفة ستساعدك كثيرا على تكتيف وتطويل الرموش في مدة أسبوع فقط كانت هذه هي وصفة اليوم الخاصة بتكتيف وتطويل الرموش أتمنى أن تجري بها وأن تتركي لي في صندوق التعليقات أراؤك والسفصاراتك حول هذه الوصفة وإذا كان لديك أي طلب خاص حول وصفة معينة فيمكنك أيضا طرحه في صندوق التعليقات وسأجيبك إن شاء الله وإذا أجبك محتوى الفيديو لا تنسينا من الدعاء ومشاركة الفيديو مع الأهل والأحباب ولكي مني جزيل الشكر والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته